اشتركوا في القناة ونعمل الحلوة بتاعنا النهاردة ما عملتوش معاكم قبل كده يلا بينا نشوفها نعمل ايه اول حاجة عملتها طبعا قشرت البطاطس وبعد كده اطعطها حلقات زي ما انت شايفة كده وطبعا دلوقتي بخسلها وغسلت بقى البصل البصل خلاص يا جماعة جبت بصل احمر اخيرا لخلصت من البصل الابيض اللي كان عندي هبدأ اعمل ايه هبدأ اقطع البصل ده وكده شريح او جوليانا على حسب ما انت ما بتسميها او ممكن تقطعيه في الكبة او تبشري في المبشرة على حسب ما انت عايزة بس انا بفضل اللي انا اقطعه كده بيبقى طعم حلو جدا مع لما بتقلبه في التوابل وتعمليه مع البطاطس او مع الفراخ بتبقى طعمها حلو جدا جمية البصل اللي انا هعملها دي هقسمها على الفراخ وهقسمها على البطاطس لاني هعمل دي المنفصل افصانية الوحديها ودي منفصل افصانية الوحديها برضه طبعا البصل ده حوالي مثلا نقول كده نص كيلو بصل او كيلو لربع بصل بتبدأ اللي انت تقطعي لانه هو بيتغمز بالعيش او بيتحط كمان على الرز بيبقى طعمه حلو قوي اللي هو السوس اللي بيبقى نازل من الفراخ اسمت بقى كمية البصل معايا طبعا الكمية الكبيرة للفراخ والكمية الزغيرة للبطاطس حطيت الملح هنا وهنا كل حاجة هحطاه هنا وهنا الاتنين زي بعد بعد كده بعد الملح حطيت فلفل اسود وبعد كده هحط شوي الكمون بصي كل حاجة اللي انا بقولك عليها دي بمعدن نص معلقة صغيرة والملح طبعا ده اختيار بتاعك انت عايزة زويدي عايزة تقليلي براحتك خالص وبرضو هحط بهارات اللي هي السبع بهارات شاملة كل حاجة هحط منها معلقة صغيرة الفلفل اسود نص معلقة والكمون نص معلقة والملح والبهارات هحط معلقة صغيرة هلبس جوانتي في ايدي عشان خاطر ايدي ما تبقاش رحتها بصل كتير لان البصل النهاردة عايزين نتبله كويس جدا مع التوابل لاني لما بيتبل كويس جدا وتدعكي بي ايديك كده بينزل المية بتاعته والمية دي اللي بتدي طعم حلو جدا للبطاطس عارفة لو قلبتي بالمعلقة كده مش هتحس بتعم التوابل في وسط البطاطس لازم تعمليه كويس جدا بالشكل اللي انت شفتيه دوت كده وبعد كده وانزلت بالبطاطس بتاعتي وبرده هقلبها كويس جدا اللي اتنين مع بعض وخليهم اتخلطوا جدا 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 مع بعض وبعد كده بقى ايه هنشوف هنعمل ايه مع بعض بس اهم حاجة اللي التوابل تكون وسط للبطاطس عشان تديها طعم حلو جدا لما تستوي في ناس كتير بتقلبوا بالمعلقة كده وخلاص لأ حاولي على قد ما تقدري البسي حتى جوانتي في ايديك ويعصور البصل جامد جدا مع التوابل هيديك طعم حلو جدا كده انا جبت بقى طماطم من عنزي من الفريزر وبدأت اللي انا احطها على الصانية وهي هتفك على النار لو مش عندك هتبدأ اللي انت تضربي مثلا نقول نص كيلو طماطم في الخلاط وتبدأ اللي انت تحطيهم على صانية البطاطس وحطيت معلقتين سمنة بس كده ممكن تحطي مقعبين زبدة على حسب ما انت عايزة ممكن تستبدليهم بالزيت براحتك خالص وهسيبهم بقى على النار بس هغطيها عشان خاطر الصلصة بتاعتي دي تفك او الطماطم بتاعتي تفك طبعا ده بقى البصل بتاع الفراخ طبعا الكمية كبيرة لان دوت بيتغمز بلايش او بتحطي على الرزبي بقى طعم حلو جدا هجيب بقى الفراخ بتاعتي وامسك كطعة كطعة وابدأ اللي انا اتبلها بالبصل واغلفها كلها من فوق ومن تحت ومن كل النواح يا سلام بقى لو تقدر اللي انت كمان تحشيها برضو مع ال بين الجلد وبين اللحم تحطي بقى بصل كده بيبقى طعم حلو جدا برضو طبعا كمية الفراخ اللي انت عايزي انا الفراخ اللي انا مستعمليها النهاردة دي فراخ بلدي طب فراخ يا بلدي يا هيبة هتستوي معاك او هتستوي وهتبقى جميلة جدا فراخ بلدي فراخ بي ده ممكن تجيبي وراك بس على حسب ما انت عايزي اللي عندك اعملي بي او اللي انت كمان بتحبيه اعملي بي حطيت على وشها كده اا فلفل رومي وبعد كده حطيت فلفل حراء بيبقى طعم حلو قوي الفلفل الحراء بينزل الشطة بتاعته كده في وسط الاكل بتبقى طعمها حلوة لو عندك اطفال استبدال الموضوع خالص بص كده خلاص والتماطم كمان بتاعتي بدأت اللي انا احطها بقى فوق الوش بتاع الفراخ هشيل بس الحطة اللي فوق ديت وبعد كده هكمل بقية الطماطم بنفس الشكل طبعا ما تنسيش تحت في الكومنتات تكتبي لي عملت اكل ايه النهاردة عشان نغش وعايزين بقى نبدأ كده تنظفات بتاعت العيد بقى كل سنة وانتوا طيبين قلولي تحت في الكومنتات نبدأ ولا نستنى شوية ولا ايه بالزبط يلا شجعوني عشان كمان اشجعكم بالفيديوهات الجميلة طبعا انت لو مش عايزة البطماطم ديت ولا الفلفل تحطيه خلاص براحتك خلاص ممكن ما تحطوه مش ده الموضوع دوت اختيار هتحطي بقى ايه هحطي نصر كباية مية من على الحرف كده وهسيبها بقى على النور هادية لحد ما تاخد اول غلوة وبعد كده هدخلها الفرن بتدخل الفرن وتكمل سواها في الفرن كده شكل صنية الفراخ معايا خلصت خلاص تقدري كمان اللي انت تديفي معاها بطاطس بس انا كنت بصراحة حابة اخلي البطاطس في صنية الوحدة يعني ممكن في المرحلة ديت برضو تحطي فوسة الفراخ كده مع البصل تحطي البطاطس هيطلع حلوة قوي برضو معاها وتعمها حلو كمان بقى هيشرب من الفراخ وهيبقى حلوة قوي كده خلاص البطاطس بتاعتي الطماطم فكت معايا وخلاص دخلت في السوا والفراخ على نور هادية برضو مستنيها تاخد غلوتين ثلاثة واروح مدخلاهم الاتنين مع بعض الفرن على الشبكة واحدة من تحت وهشغل الفرن من تحت واول محس اللي هي خلاص استويت معايا هشغل الشوين وبردو نفس الكسة في البطاطس هعمل ايه دلوقتي هعمل الرز عشان خلاص ما بقاش في وقت خلاص دلوقتي الساعة خمسة دخل المطبخ قلتلكم اللي انا دخل المطبخ متأخرة معرفش قلت ولا ما قلتش بس دخل المطبخ متأخرة وعندي عزومة والدنيا عندي يعني كده اهو الحمد لله حطيت الزيت على النور ونزلت عليه بالشعرية كمان هعمل شربة لسان عصفور كده حاجة بسيطة جنب الاكل بتبقى طعمها حلو جدا انا عندي شربة لحمة اه فهاخدها بقى لل اه اللسان العصفور لاني طبعا الفراخ مش هنطلع منها شربة النهاردة حطيت شوية لسان عصفور بمعدل كده نقول مثلا نص كباية صغيرة مكتريش لاني هو لما بيقعد بيبقى مش حلو اه او لما بتحطي في التلجة انا عن نفسي بعمله اليوم بيوم وكده بيبقى حلو قوي حطيت مكعب مرأة عشان يدي طعم حلو قوي وانا بعمل الشربة طبعا هستنى بقى لحد ما الشعرية دي تتحمر معي وهيبقى كده تمام بصوا كده خلاص الفراخ بتاعتي نزلت المية بتاعتها وكده بقت تمام خدت يدوب غلوتين تلاتة هدخلها بقى الفرن بس لما دخلها الفرن مش هحط الغطة عليها ونفس الكسة البطاطس معايا خلاص بدأت اللي هي تدخل في السوا برضو هدخلها في الفرن تكمل التزبيكة بتاعتها ويبقى طعمها حلو جدا وليلي تحت في الكومنتات انت كمان بتعملي بنفس طريقة الاكل اللي انا بعملها ديت ولا ليكي طريقة تانية ولينا كده شوية افكار يمكن لعله وعسى حد مننا يستفيد منك بصت دلوقتي دخلت بقى صنية الفراخ وصنية البطاطس في الفرن وزبطت كل حاجة والغطيان بقى حطتها كده مستنيهم لما يطلعوا لو لسه في وقت هغطيهم ما فيش وقت يبقى هناكل على طول او هنفطر على طول طبعا ايدي على طول في الشعرية والليسال عصفور علشان خاطر ما يتحرقوش منك بص هي المرحلة بتاعت الشعرية دي كده خلاص كده تمام انا كنت بس بخسل الرز واحط عليها بعد ما حطيت الرز وزبطت كل حاجة هنعمل مع بعض بقى دلوقتي الحلو الحلو بتاعنا النهاردة جلاش محشي مهلبي او اصابع جلاش المحشي مهلبي معايا كوباية لبن حطيتها في الطاصة او في اي حاجة انتي هتحطيها على النار حطيت تلاتة ربحة والربع الاخير حطيت فيه معلقتين نشا ورحت حطهم على بعض بالشكل دوك كده لو اللبن سخني يبقى تحط النشا بقى عليها مية من الحنفية ما ينفعش تحطي حاجة سخنة على النشا حطيت ايه حطيت حوالي تلات معالي ايه ايشطة وهوحط حوالي معلقتين سكر كبور السكر هيحل طعم المهلبية وهيخليها طعمها حلو والاشطة لو مش عندك خلاص مش مشكلة مش لازم تحطيها بس هي بتدي طعم حلو جدا وكوام طعم حلو الاشطة دي بتاعت اللبن حطيت كده حوالي تلات معالي او اربع او نقول نص كوباية ايشطة حلوة عشان ما تتلغبطيش معاي هحطهم بقى على النار وخليهم بقى يتقلوا معايا كده وكمان المهلبية تبقى مسكة نفسها كان في المرحلة دي كان الرز خلاص استوى معايا وكنت شلته من على النار فاضل ايه فاضل بس الفراخ كانت بتاخد التحميرة بتاعت الوش بتاعتها وكده خلاص كنا قبل الفطار بحوالي نص ساعة حاجة زي كده يعني مش بدري كنا متأخرين فكنت مستعجلة جدا وعايزة اعمل الاكل بسرعة واعمل الحلو دوت بسرعة جدا كده خلاص المهلبية بتاعتي بقى هسيبها على نار هادية لحد ما تسخن معايا واول ما تسخن معايا هتبدأ اللي هي تتقل معاك من النشا اللي احنا حطناها اكتبي ليه تحت في الكومنتات يلا بسرعة بسرعة عملت حلو ايه النهاردة بص دلوقتي خلاص المهلبية خلاص خلصت معايا كده انا عايزة الكوام دوت ويمكن كمان يكون عايزة الكوام اتقل من كده بس عشان انا مستعجلة فعملت الكوام دوت كده حطتها بقى في الكيس سبتها تهدى شوية بس لسه فيها دخان يعني انا سبتها تهدى بس لسه فيها دخان حتى انا نقلتها في طبق كده عشان تبرد بسرعة حطتها في الكيس كده وهربطها كويس عشان خاطر الكيس دوت بقى اللي احنا ايه هنعمل به هتحطيها بقى في التلاج هتحطيها في الفريزر شوية المهم اللي هي تسيبيها شوية لو مش مستعجلة عليها سيبيها على الرخامة ما فيش اي حاجة خالص انا سبتها في التلاجة حوالي مسلا عقبال مع دهانت الصينية كده وروحت فرض صينيت لفة الجلاش يعني ما كملتش طلعة او اربعة دقايق في الفريزر حطتها في الفريزر دي لفة الجلاش بس طبعا انا مش هستخدمها كلها انا هياخد منها نصها بس بس انا حبيت اللي انا اوريكي الموضوع كده من الاول مسحت كده الرخامة عندي بمندين ديف عشان لو فيها مية او فيها اي حاجة ما تجيش على لفة الجلاش وتبلع بص دلوقتي فرضت بقى لفة الجلاش كده عايز اقولك لو انت بتشتري الجلاش من المحلات حاولي تشتريه من الناس اللي هي بتعمله اصلا اه يكون حد بيعمل كنافة او بيعمل قطايف او الحاجات دي بيبقى حلوة او بيتبع بالكيلو احسن بكتير قوي ما بتجيب اللفة من بره بتبقى صغيرة كده ومش حلوة ومش بتقضي الكيلو عامل انا بيشتري اللفة عاملة نص كيلو بسبعة جنيه فيه ناس بتبعها اغلى من كده فيه ناس بتبعها ارخص من كده على حسب المكان اللي انت سكن فيه يعني ممكن تلاقيها بخمسة ممكن تلاقيها بسبعة يعني عايز اقولك اللي انا بستعملها دي كنت جايباها من عرفة بتاع الكنافة اللي في السيدة زينب كانت عاملة عشرة جنيه بس بصراحة جلاش طعمه حلو جدا 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 والورقة مش مكسرة ولا اي حاجة لو تكسرت هتبقى تكسرت مني لان انا اول ما جبتها استعملتها كانت صراحة مش اول الله عليها بصت دلوقتي جبت بقى المهلبية بتاعتي او الاشترا الكذابة بتاعتي بدأت اللي انا الف بيها لفة الجلاش حابة تقص الجلاش على اتنين وتعملي كل واحدة الوحديها اعملي كده على حسب ما انت عايزة يعني على حسب ما انت هتعرفي تعملي طبعا الكيس انا فتحته حطة صغيرة عشان ما خرجش كمية كبيرة هو حاولي ما تحطيش برضو على الاطراف يعني تحطي في النص بس بصي بتنيها تانية كده وبعد كده بابدأ اللي انا احط بقى المهلبية بتاعتي بالشكل ده عارفة بقى لو المهلبية مسكة شوية كانت هتبقى اه هتعرفتلي فيها اسرع وهتعرف اللي انت تتحكمي فيها احسن من كده بس عشان انا مستعجلة بس انا عمتا بعملها المهلبية اتقل من كده ممكن كمان بدالي المهلبية تعملي كاستر بيبقى طعمه حلو قوي يعني كده شغالي نفسك بشوية افكار من دماغك كده هتلاقيك انت ما شاء الله عليك الله واجور تقدري اللي انت تعملي كل حاجة بص دلوقتي ببدأ اللي انا اقطعه كده قد بعض واحطها وبعد كده هقطعه بقى بالسكين عادي وهي محطوطة فلصانية زي ما بقولك كده لو انت مش عارفة تتحكمي فيها وهي كلها على بعضها تقدر اللي انت تقطعي الجلاش الاول وبعد كده تلف فيها واحدة واحدة هيبقى برضو الموضوع معاك سهل جدا اقطعت بقى للحطة الاولانية وبعد كده هبدأ اللي انا اقطع بقية الجلاش بالشكل دو كده عشان يبقى اصوبة عايزة اقولك اللي فعلا تلع طعمه حلو جدا 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 هادهن وشه بقى سمنة وهدخله الفرن انا ما فضلتش اللي انا احط سمنة في وسطيها من جوه علشان خاطر ما تبقاش دسمة اوي انا فضلت اللي انا هيبقى اصانية بس اللي مدهونة وكمان من فوق الوش هدخلها بقى الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة متوسطة مش عالية اوي عشان ما تتحرقش مني واسبها لحد ما تتحمر من تحت وتتحمر من فوق ولو ما تطلع هاور هيلك بص كده بعد ما تلعت معايا بقى السيرب بتاعي طبعا السيرب دو انا كنت عاملاه او الشربات دو كنت عاملاه من بدري وسيبايه ده اهم حاجة اللي هي اول ما تطلع تكون سخنة تروحي سقياها على طول بالشربات بتاعك بيبقى طعمها حلو جدا 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 وعجبت الوالد عايز اقولك اللي هي يعني كل واحد خد واحدة كده وبقى عايز تاني وخلصت والحمد لله وبقى الطعمها حلو جدا احسن بكتير اوي ما تعمليه ويكون متقطع كده وانت تقطعي بيديك الصوابع دي بتبقى طعمها حلو اوي بس كده خلاص دي لفة الجلاج بتاعتي او صنية الحلو اللي احنا عملناها مع بعض حاجة حلوة طعمها حلو جدا وجربيها على دمانتي يعني عايز اقولك ممكن كمان تستبدلي المهلبية بالكستر او ممكن تستبدلي المهلبية بالمكسرات او ممكن كمان تستبدلي المهلبية بالكنافة ودي ان شاء الله باذن الله هعملها معاكم المرة الجاية ان شاء الله هيعجبكم الفيديو بتاع الجلاش المحشي كنافة دوت بيبقى طعمه حلو جدا 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 ده كده الحلو بتاعنا تعالوا نشوف بقى الفطار اللي احنا قدمناه كان شكله عامل ازاي صنية البطاطس كانت خلصت معايا بالشكل دوت طعمها كان حلو جدا 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 وعايز اقولكم اللي انا بسجل دلوقتي وانا صايمة اللهم ايني صايمة وميتة مجوع بصراحة وجعانة جدا دي كمان الفراخ زي ما انتو شايفينها كده والرز طبعا كان خلص معانا والشربة وعملت شوية صلطة وبس كده ده الفطار بتاعنا النهاردة بحبكم في اللي يا احلى وقطية باخوات في الدنيا دي كلها ما تنسيش تحط اللايك بتاعك وتكتبيلي تحت في الكومنتات عملت اكل ايه النهاردة ونبدأ تنطفات العيد ولا لسه شوية ولا ايه بالزبط بس كده